اشتركوا في القناة يفكرني بيك الغير كل ما بادر يوم انساك برجع دور واستناك حابب تعابي لانو اشارك رديا بغلبي انو معاك كل ما بادر يوم انساك برجع دور واستناك حابب تعابي لانو اشارك رديا بغلبي انو معاك لانك حبيبتي وحلم اللغا قلبي بهرفضي وبطلع عذاب وكل اللغا يبتملي بانساك ودايما يفكرني بيك الغياب لانك حبيب وحلم اللغا قلبي بيرفضي وبطلعذاب وكل اللغا يبتملي بانساك ودايما يفكرني بيك الغياب بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت ولا حتى يقدر يفرقنا موت بشوفك بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت كل ما بقدر يومان ساك كل ما بقدر يومان ساك برجع ادور واستمر حابب تابل حابب تابل انه عشانك رضي أبغل رضي أبغلت انه معايا موسيقى 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 نهاية موسيقى 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 من أنت؟ وحشك المكان؟ قوي بس قليل قوي لما كنت بعض في الصالة يبقى أكيد وحشك المكان تتلعي المصرح شريفة أنا مش عايزة أعلق نفسي بحلم عارفة أني مش هقدر عليه الماسترو هي خوشة دلوقتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بقولك مش انتي كنت تباتي مع جميلة انك خليها تيجي انا عشان ترسميها طيب ما كلمتاش لي عشان تيجي وانت مالك دم لسانك اشتر مهم يعني عايز جميلة فيه ايه مكسوف تتكلم عايدي يعني اعتبرني زي اخدك ما تتكلم اه اصلا اتصلت بيها ومبتودش عليا واو هيل هيل لها مبتودش عليا لا يا نهاية اللي انت اتصلت بيها ما شمعني شوف يا ابني اصلا انا مساعة مبعيت عالدنيا دي والبنات كلها هي اللي بتتصل بيك اول مرة شوفك بتتصل ببنت صداني غلطة اني بتكلم معك خلاص خلاص ما تزعلش هتصلك بيها شوف ما بتردش ليه ردت ما ردتش دين قاعدين عسك اه متردش عليا انا كمان واضح ان هي واه دا موقوف من العيلة كلها بتاخد موقف لي يعني اسأل نفسك اوقعتك اندي هي اقتعها المريلي باتت واندي بتوصلها انا بالعكس ايوا اه بالعكس ايه باي ما تبطلت اللامادة بتاعتك دي شوية اني يا ريخ خالص يشورين اوكي يا حبيط التي اتفعنا على كل حي يا لابان معاستر ايه دي ياولاد؟ انتو صحيل لحد دروات؟ اه طب قولولي احدى لكل عيشة معايا؟ يا حبيبتي انا باشبع لبا بشوفي تعايدا دا ايه البكش اللي احنا في دا؟ بقولي عايز ايه؟ اه بقولك يا ماما هو انت كنت اخدتي تليفون جميلة اخرب مروا اي عن درك؟ ايو يا حبيبي ليه؟ طب ممكن بس ترجعي معانا اصل دينا قاعدة تتصل بيها وما بتردش عليها انا برضو اللي بتتصل بيها؟ خلاص اطلبها لك يا انا يا سيدي بنفسي جميلة جميلة اهو غريبة دي ما بتردش علي انا كمان يا ابني ما تريحنا وتقوليني عملت فيها اي المرة؟ بس تقوه حتى الستة الكبيرة ما بتردش عليها انا لو رديت عليها ايه دا ما ايفهم اني مش عايز ارد عليها ويمكن ياخد منها التليفون ويكلمك هو بس لساعتها لا هعرف اكدب ولا هعرف اقوله الحقيقة بس اكيد من جواك موسوط عشان بيحاول يكلمك نفس الوقت ازعلانه عشان مش عارف ارد بسي احسن حاجة انك ترجعي الشغل عشان تقدر تشوفي قدم تاني حتى دي وفاق مش هادر عليها ليه بس هو مش بابا قالي ان حسام عايزك ترجعي الشغل بسرعة حسام عايز نرجع عشان مصلحته وعمي عايز نرجع عشان حسام ما يزعلش منه بس محدش بيفكر فيي انا محدش بيفكر انا عايز ايه وقلي ممكن يفرحني وقلي ممكن يزاعدني وقلي ماما تليمو صمم بني اسالم على زمالي في الفرق يا شريف عشان مش معقول هي تجي الافايت هنا مغير ما تشوفيه هم يعني أشوفهم قصديين تسليم علي وما حاسبي في عتبة أيوه بلاش أحسن يا شريف ليه بس-lar انت اكيد وحشقها مقابد بعدين أكيد حتى فيه وشا فيك نرمسنا أنا مش عايز أسرر حد أنا مش عايز تتكلمي بالطريقة دي إيمان تسمع أقول رحستيني قوي رشا أيوه رسا يا حبيبتي إيمان والله كان قلبي حاسم عشوك وريغ قلت لهم إيه برده تصوى ما صدقونيش يلا إيمان كلنا نستنيينك ترجع لنا بسرعة رشا عظيم إيمان إيمان زي يلا بيناي شريف إيمان أزرر أشوفوا سيبن خير يلا يلا أعزنا أنا فخرة أعزم لك الأخياني ذا كمات الإيدوة أعرف بس أنا مش عايز أسلمها طب حاسمي ترجمة نانسي قنقر أعزنا أعزنا تعبتك معي تعبتني تجي لقد انبسطت قبل النهارة ليه؟ عشان حاجات كتير أهمهم أن أنا الوحيدة اللي قدر تقنعك أنك تروحي لأوبرا وتسليمي على صحابك طيب ما تفرحش قوي كده عشان مش هتعرف تقنعني بأي حاجة تيني أكتر من كده بقى أكاد ماشي ماشي اللي عام بيننا بقستك كله هنشوف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وفضلت قاعدة مستنية لحد ما ترقعني وأول ما سمعت صوت العربية تلع تبص من التراث طب، سوائل كمان وحاسيبك تنزل آخر سوائل تفضل هو زمينيك اللي في الأوبرا اللي انتي أردتيش تسلمي عليه مين؟ ساري يا شريف بليز باريش نتكلم في الموضوع دا دلويتز أكيد، أكيد، أكيد ساريبك تنزل ساريبك نتشوف آج لتاك أنا؟ أعين؟ هستها؟ ساريبك تنزل نعم، 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 نعم. نعم، نعم، نعم. أحمد، أنا ماشي. نعم، نعم. هل تنهارك عليك في البيت؟ لا، لدي ميتينج بره، لكن بعد ذلك سأخرج البيت. أنا أقول لك أيضا. حسنا، دعونا. أكيد مات من الجوة. أنا بقى يا سيدي جبت لك لساندوشات اللي أنت بتحبها. يا، ليسا فاكرة ساندوش اللي بحبي؟ في حاجات كده 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 ما ينفعش تتنسي. أنا كلمت من عزة يعني رايحكت معا، وهترجع البيت مش هتلاقي أكل. وهذا بقى العادي كل يوم. أيوا، بس اللي مش عادي بقى النهاردة، نحن نتغدى مع بعض. تفتكري هفتح نفسك وأنا بدمدة؟ مالكش تدعو بنفسي يا سيدي، أنا أعرف إزاي فتح لك نفسك. إزاي بقى؟ كل سنة وانت طيب. ياه، أنا كنت نيسي خالص. بس أنا بقى أمين فعشان ساعة ملايتك. الله، حلو يا وبيناني. مش عالى زوقي؟ بس أنا بقى لبسة ثلاثة. عشان كده جبت لك سلسلة. مش فايا. أنا يا سيدي عيدة سلسلتي تبقى أول سلسلة تلبسها. دعنا نشوف كده. كنفسي بقى مرهية بجد في القودة. عشان تشوف هي عيدة إيه حلو عليك. مرسيه ناني جدا. مرسيه بجد. لو عايز تشكورني بجد. ما تقلع عاش مرادة. ماشي. ماشي. يلا ناكل باب؟ يلا. مرسيه. مرسيه. تفضل. شكرا نساني. لا. مش عايز تقولي حاجة؟ حاجة زي ايه؟ كنت مع مين مبارا. ماشي نخرس من موضوع دي. واصل اللبس اللي انت كنت لابسه وانت نازل يعني بيقول ان انت كنت في مناسبة رسمية. يعني خطوبة. فرح. عرض في الأوبرا. عرض في الأوبرا. يا سلام. شمعنا دي بقى اللي وقفت عليها؟ هي الأوبرا بقت تهمة؟ لا. بس أصلك بتستسكي علي يا نوح. ما تقولي من آخر كانتك فتشت في هدومي ولقيت يا تسكرتين في جبل قميس. انا ما فتشتش في هدومك ولا حاجة. انا ديت قميسك لسانية تغسله والتوتك تسوقعوا منه. طبعا ايمان هي اللي كانت معيك. هي طلبت منك توضيها الأوبرا؟ لا. أنا اللي بقى للشهور بتحيل عليها وهي ما كدش موافى وأخيراً وفت. ونت تتحيل عليها ليه؟ وتوديها بصفة تكمين أساساً. مش عارف. مش من حقي تسأليه. مش من حقي؟ واضح إنك ناسي خالص إنها أخت جوزي. يا سلام؟ وده يديك الحق إنك تبقى يوصي عليها ولا إيه؟ شريف. يا شريف أنا خايفة عليك. أنت ممكن تضعف في أي لحظة وتعترف لها بكل حاجة. لا يا نوه أنت خايفة عن نفسك مش خايفة علي أنا. طب أنت ما فكرتش إنها ممكن تكون شكة فيك؟ ماكيش تعمل. طيب. أنا بس بحاول أنصحك. تغفر نصحك لنفسك. أنا بخرج مع ايمان عشان أنا عايز أشوفها. عشان أنا مبحيسش بتطعم الدنيا ولا بيميت نفسك وأنا معاه. ما تفوق بقى يا بيم فوق. هي هتفضل صعبانة عليك كده لحد إمتى. ثم أنا مش قادرة أقولها إن أنا اللي خطتها وعمتها عمري ما هفوق. ممتعي يا حكايتك بالظبط. إحنا من ساعة ماجينة وإنت عنك 360 درجة في المكان. يا عم كولو وأنت ساكت؟ أكل ليه أنا الهوة يا عمي. ولا أكل ما جيش لسة؟ لا. انت مش معايا خانص. انت بتقولي بقى انت جايبني هنا ليه وتخلصني. جايبك تكون سموحة يا سيدي. يعني جايبك ليه? فين سموحة? اهي. سموحة جات اهي. شكرا. ايه امرتان? شكرا. شكرا. ايه. شيد ما ديه. انت مش معايا خاطر. اذا. فمتأكد يا بني انت سموحة. لقى مش متأكد. دي من سموحة. ما حصلنش له زريطة. يا مت. تحت عامل ساعتك فدن. يا عربي يكون الاكل عجبكم. لا بصراحة الاكل مش هو مرة دي. اللي خير فن. يا سموحة حصل لها ايه. بحديلة خالص. لا والحياة فن. بس الشيف اللي بيع من سموحة. في اجازة نهاردة. جميلة. وحضرتك تعرفها. لا ابدا. بس المرة اللي فاتت. يعني اسمعتهم هو بندفع عليها حين خمطهم. احنا اسفين يا بهوات كلها يومين ثلاثة. والشيف جميلة تنزل يعني الشغل وتخلص اجازتها. احنا بنستأذن كل الاكل ده حسابه عندنا نهاردة. اه حصل خير. يلا بيناد. ما انت ادب. واخرتها محمود. اه. هاخرتها فيها ماشي. ايه هنسيب الزبان تطفش واحد وارد تاني. وجميلة عادة في البيت مش عايز تنزل في شغل. والله يبعرف اقول السعدة لي. قولي الحقيقة يمكن اقدر اساعدك. خير ماشي. ان شاء الله خير. upward. يا ايه. يا محاسن الصدف. يعني ربنا. خلي اي اعطيك المطعم ده بزايد. عشان توتم منو كهات فباري. والجميلة تعرف عنوان بيتكم اساميته من 38 سنة. غريبا ان شفتها يا صدها في صندري. انت حسس ان شفتها قبل كده مش قادر انسى نظرتها ليه يا عصر وانت بتفكر فيها من ساعتها غصب علي كل يوم يحصل كذا حاجة خادين افكر فيها غصب علي موعد اسأل نفسي يا طرى ممكن اشوفها تاني ودلق انا بقى دلوقتي فهمت انت ليه ما كنتش بتسلم قلبك للبنات اللي كانوا دايبين في دباديبك عام الكلية موحصدك تقول يعني ان ربنا كان شايل لجميلة وانا مشواخ بالي تقدر تقول ان جميلة كانت محشورة عندك في اللواعي زي ما انت كاترة المفسيين بيقولوا ولما قبلتها تهزيت اكتر لما عرفت انها جميلة بتاعت زمان مفيش بنت قدرت تأثر عليك وانتا كبير زي ما جميلة أثرت عليك وانتا صغير تفسير غريب اول وهو ده اللي مخليك مش عارف تطردها من قلبك وعقلك مساعة ما ظهرت في حياتك تاني طب ايه ليه ظهرت في حياتي قول ليه ظهرت دلوقتي انت خلاص كتابت كتابك على نوها انت بتحاول تحب نوها زي ما تحبك فاكر ان الوقت والعشرة هيخليك تحبها بس اول ما ظهرت جميلة مخبطت كل حاجة طب تفتكر ممكن تكون جميلة عارفت ان انا كاتب كتابي وانت مقلت لهاش لا انا لما قابلتها ما كنتش لابس الدبلة والله ده سابق اسرار بقى لا والله يا صدح انا اصلا ما بلبس الدبلة ديه لو انا مع نوها او مع ابويا والله مش عارف زي كانت جميلة عارفة فعلا ان انت كتبت كتابك ولا لا طب ليه ما بتردش عليك مش بس ما بتردش عليك دي كمان ما بتروحش الشغل بقالها يومين قصدك يعني انها ممكن تكون خايفة لاروح لها الشغل طب ما انت روحت لها فعلا لا لا يا عصام لا لا انا ما عملتش احال جميلة تخليها تخاف مني وتبعد عني طب ما يمكن حد قالها ان انتك جوزت فقرارت ان اي ما تردش عليك وتبعد عنك طب ممكن يقول مين الحد ده انا ليش عرفني يا عم انا بقول جايز يعني ايه 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 تامنين يا دكتورة ايه الاخبار طبعهم الحمدلله بس لسه شوية نحب انزبكو شوية ما بقى انا نعلا لا كمّل ما، كمّل طيّا، أوكي طمّني يا دكتور زينة عرضت لأزمة كبيرة محتاجة دعم محتاجة تهيئة لحياة جديدة ما فيهاش باباها وممتها المشكلة إنها رفضة أي تجاوب مع أي حد وما فيش أي مدرسة أدرس تحملها في الحالات اللي زي دي الطفل ما بيعرفش يشتكي أو يعبر عن مشاعره عشان كده هي هي حاسة إن الكل اللي حواليها مش قادرين يفهموها ولا حيعوضوها عن حالان باباها وممتها ولا حتى أنا؟ أنت مش كفاية لأنك تأثرت بالحالة بتاعتها وبتعيش صدمتها من غير ما تحس طب والعمل يا دكتور العمل إنها تفضل معانا هنا في جلسات مستمرة أنا والدكتورة رندا بس اللي حيسهل مهميتنا أكتر إنها تلاقي تلاقي واحدة في سن ما ميتها تقرب منها وتفهمها وتحبها عشان هي كمان حتحبها طيب لغاية ما نلاقي الحد ده هنعمل إيه؟ والله يريد تاخدها وتسافروا أي حدة أهي فرصة فرصة تقربها منك موسيقى 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 ولكن أنا لم تأثرت سلاسة لكي تأثرت بك سلسلة مش فيه انا يا سيدي عيدة سلسلتي تبقى اوي سلسلة تلبسها هاي هاي قريدة انت جيت امتا من شوهاي على فكرة انا خلصت شغل فادري النهاردة عشان الحاك قبل ما اتنام يبقى كده عايزان يفحاك واحنا خلص ما بقناش مناود مع باد غير ما يكون في حاجة اه لا لابدنا كده كتير بس انا حاسة ان انا محتاج لك قوي النهاردة مغير محد فينا يتكلم في المشاكل ولا قوي الحاجة الزعلتين بسمي يا ماني جميلة واعادي تفضلي وحشت المطعم كله جميلة شكرا انا كنت متخيل انك عيانة اليومين اللي فاتوا دول حد ما عمك فهمني ايه اللي حصل بالزبط هو وعدني ان هو مش هيقزيكي تاني وانا وعدته ان احنا مش هنجذب عليه تاني لو عايزة تروح اي حتة استقزيني وهو مش هيرفض مساكت لها محمود ما تتكلم اتكلم اقول لي يا حسن باشا انا قادرة اتنيلك كلمة سمعت بنفسك؟ خلاص بقى نفتح صفحة جديدة واديني جتلك بنفسي هو عشان اسمعك وعد عمك لك بجيتك غالي عندي استاذ حسان يعني استناتي بكرا في المطعم؟ ان شاء الله بكرا الصباح تلاقيني في المطبخ المطعم محتاج لك يا جميلة واكيد انت محتاج المطبخ ايه احسلك؟ احسلك نفس السؤال طبعا انه احسك انا واديني واندي جوز غيرك اول مرة اشفك اللبس السلسلة يعني؟ تغيير ايه بتاقمة زي جبتها لنفس الهداية في عيد ميلادي أنا أسفة بجد مش عارفة زي نسيت مكنش مصاني كنت افتاكري على ممي ليه يحمد بتقول كده؟ شدي ماكبت في الشغل وبس اللي أنا بعمله ده اللي نحنا اللي اتنين لا تعمدة لك انتي وبس اللي معنا احنا اللي اتنين بيكفينا احنا اللي اتنين احنا اللي نبقى اتنين وبس احنا اللي اتنين وبس احنا اللي اتنين بس هل عرفوا مشكلتنا يا عزة؟ نعم نحن من الساعة معرفنا بعض ورهم نستعد للكباس بس عمرنا ما استعدان للبعد الكباس بس عمرنا ما استعدان للبعد الكباس موسيقى حنا موسيقى موسيقى دينا هم؟ هو أنت رجعت في كلامك على أنك يعني ترسمي بورتريل جميلة؟ لا بس تبقى تظهر جميلة دي الأول بعدين أرسامها؟ طب ما كلمتهاش تاني كلمتها تاني وتالت بس ما فيش فائدة هم؟ هو أنت قلت لها أن أنا كاتب كتابي؟ لا مافتكرش ما تفتكريش ولا متأكدة؟ لا ما قلت لهيش كان عندنا حاجات أهمة من كده طب ما ما قلت لها؟ هو ما حصلش قدامي بس جايز مجادش مناسبة حلوة قوية ممكن بقى المناسبة دي ما تجيش دلوقتي خالص؟ أها أصدك يعني أنك عايز تخبي عن جميلة أنك كتب كتابك وعايز نحنا كمان نخبي عليها أنك برضو كتب كتابك؟ من غير لمدى يا سكر أعمل بس اللي بقولك عليه وخلاص يا عم تبقى تظهر جميلة دي الأول وبعدين نبقى نخبي عليها مهمة بقى تدفع كيم دينا هوا أنا أبطي لك قبل كده أنت حصل؟ مش فاهمة مش عايز دي ايدا التشاك بتعميتها تمنصور خليه دلوقتي ليه؟ ده كان المفروض يطلع من يومين يا إبراهيم محتاج أنزل الموقع الأول أشوف الشغل وصل غاية فين؟ هتنزل أمتى؟ لما أرجع من السفر أنت مسافر؟ أيوة هاخد زينة وأطلع بيها وأسبوع الغرداء الدكتور قال لازم تغير بيها وأنت عرضتها على الدكتور؟ ما أنت لو كنت مهتمة كنت تابعت أخبارها ومسألتنيش السؤال ده الدكتور بيقول زينة محتاج الواحدة بسنه وأمه تحبها وتعوضها عن حنان الأم اللي اتحرمت منه فجأة أنت عارف أنا مشغولة هنا قدية يا إبراهيم اللي يحب حد ما ينشألش عنه وللأسف يا مهة أنت ما قدرتش تحب زينة ماشي يا إبراهيم مرسي يا إبراهيم أمر الحدية أغطاءً يسTV هلا مشي الواردة وحق الإله كل د deg turn لي حاول اغطاءً أغطاءً أغطاء لل sighs أغطاء أغطاء الله أamedey أسبوع بعد عن قادمة يا أيها المнения جرائي يا بنتي احنا رجعنا نسمع كاسة من تاني هو الوحيد اللي ما بيزهقش مني هو انت ما زهديش بتقدري تقوليلي حاجة تانية يعملها الا قوليلي شريف ما اتكلمتهوش من ساعة اخر مرة روحت فيها لأوبرا مع بعض ليه بتسألي عن شريف اصلي هو الوحيد اللي بيقدر يخرجك من الحبسة اللي انت حبسة نفسك فيها دي هو فعلا اتكلم وفدل يتحيل علي عشان نخرب بس انا اعتذرت ليه يا بنتي ليه عملتي كده مش عايزة اشغله معي اكتر من كده هو اشتكالك اصلا عشان تعملي كده وانا هستنى ما يشتكي ايه يا بنتي يا حاببتي اللي بيحب وبيهتم بأي حد امره لا بيزهق ولا بيشتكي منه تي شايفة انه شريف مهتم بي انا شايفة انه مهتمة اكتر بكتير تي شايفة اللي بتتمني نفسك تحس انه اللي حصلي ده مش عيمنعني اني احب واتحب اني عيش حياتي سهي اي بنت ايمان يا حاببتي اللي حصلك ده مش هيستمر كتير بإذن الله ويا ما بنات كتير حصل لهم اللي حصلك ده وعشوا حياتهم وحبوا واتحبوا بس انا حسن صعبان على شريفة ممكن يكون بيحس معايا احساس جديد محصوش قبل كده واس فرحان بي ايمان ما تحكميش على مشاعرك ومشاعره بالفشل عاببتي ادي نفسك فرطة فكري فكري وشوفي مشاعركم انتو الاتنين حتوديكم الفين على هموم انا مش هتوشي بكلامي ده كتير وحسيبك تسمع المزيكة بتاعتك برحتك يا لحبتي تصبح على خير يا عمر حيرتك مده ببروك يا ستي رجوعك المطعم ببروك علي ولا عليهم ده الغرور ده كله لا غرور ولا حاجة انا بس حاسة ان ربنا نصفني وراجع كده بكرمتي دلوقتي بقى تقدر تردلي على تليفونات ادم مش عارف تي بتعملي ايه بشوف هلبس ايه بكرة يا سلام ومن امتى بقى طرع عمرك بتنتشى اي حاجة وتجري يمكن عشان راجع بعد غيب لا عشان عندك امل ادم يجيلك المطعم وساعتها تعرفي قد انت كنت وحشة وقد انت غالي عليه وبعدين معيك بقى خلاص خلاص ما هو كده كلمة الحق دايما بتزعل وفاق ثانيا مشوف مام عايزة ايه ايو يا مام يا وفاق اشتركوا في القناة الو انت فين يا جميلة ولي ما كنتش بترد علي بفترة اللي فاتت دي انا بتهايلي ما دايتك ايش في حاجة ولو حد مزعليك قوليلي وشوف انا عملك فيه ايه طب منين عليك انا كويسة الحمدلله بس حصلت ظروف كده خلتني مش عارفة اخرج من بيت ولا حتى رد على التليفون خير في ايه مش هينفع كيلك دلوقتي انا في الشوكي طب انا هجيلك على طول لا 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 ماينفعش الكيلي هنا طب قوليلي ممكن نتقبل ايه متى قدم احنا مش هينفع نتقبل تاني بعد كده يعني ايه مش هنتقبل تاني طب انا مش عارفة تكلم دلوقتي طب قوليلي ممكن نتصل بيك ايه متى عشان تعرف تتكلمه طب انا انا هبقى كلمك يالو بايبوك طب انا بايزة تمانية طالت بابرستيكو مكارونا بعلو ساعة فين تحت امر بشي خلص تحت امر بشي برد اربعة خلص ولا لسه قدامه تلات دايب نريد بادرع كده شوية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة